سلام عليكم لبنات مرحبا بكم مجديد معي في قناتكم قناة حلويات أم عبد المغيد تحت طلب المتتبعين والمتتبعات لغاليات جبتكم اليوم أحسن وأقوى وأنجح وصفة لفك سحر تعطيل الزواج على سحر تعطيل الزواج بدون الشرك بدون كذلك أعمال شيطانية إنما بطريقة إسلامية مجربة مئة بالمئة باستعمال آيات وأدعية والنتيجة إن شاء الله بإذن الله ستشاهدونها بأعينكم على مثلك تدل على أنكم عندكم سحر تقاف سحر تعطيل الزواج أو سحر العقد أو ما يسمى كذلك بسحر لتخلي الناس ولو يجوا ويخطبوا وصافتا كتفق الأمور أو لا تتقد الأمور هذا وللأسف شديد كل شيء كيتفسخ لخطوبة ولا زواج ولا كذلك حتى هذه العلاقة اللي كتكون مبين هدك الزوج والزوجة اليوم إن شاء الله بإذن الله الوصفة ديلي منشغل لبنات لي باقي ما تزوجوش ليسهل عليهم ويستر لهم أمرهم من حيث لا يدرون ولا يحتسبون إنما الوصفة ديلي ديليوم ستخص حتى بالنسبة للذكر وكذلك حتى بالنسبة الناس اللي مزوجين وللأسف شديد تفرقوا أو لوقع مشاكل بناتهم بدون سبب بدون أي حاجة اللي كيفما تنقولو كتكون اللي كتكون أنها معروفة ولكن قبل من هذا الشيء كامل إلا كنت أول مرة تشوفوا الخناة لا تنسوش الضغط على زر الشراك لايك وكذلك متابعة الحلقة حتى النهاية ديليل لأنها فعلا 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 حلقة جد مهمة وكذلك حلقة اللي غادة تفيد بزف 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 نتمنى لكم فرجة ممتعة ونتمنى كذلك أننا نكونوا انفي دوكم ولكن قبل من هذا الشيء كامل بزف الناس غاد يقولوا لي أو لا كيفما جف بزف ديليل تعاليق أن هذه سيها مش دخلة في إطار ديليل الشعودة نبغي نقول لكم أن العلاج بالقرآن الكريم وكذلك تحلي بآيات الله سبحانه وتعالى وتسلح بها شيء من بين أسرار الكون وكذلك أسرار القرآن الكريم والقوة ديليل آيات القرآنية أما بالنسبة للشعودة فتكون عن طريق طلسيم تكون عن طريق تحريف آيات القرآن الكريم وكذلك تكون عن طريق أشياء أو لا حروف التي تستعملوها عفنا وعفكم الله السحر والمشعودين وكذلك الفقهة هذا الشيء اللي أشوف نقول لكم أن الفيديوهات اللي ندعو لكم في القناة لا علاقة لها لا بالسحر ولا بالشعودة إنما طريقة إسلامية لمن خلالها كنتستعملوا بآيات قرآنية فيها حكمة نورانية من عند الله سبحانه وتعالى وقدرة من عند الله سبحانه وتعالى أبدوا في منا Editionات اللي من خلالها، كيف أن تكملو، كان قضيوه على الصحراء وكذلك على الأعمال السحر وكذلك كان تسلحوا ضد الناس اللي يستعملوا الشعودة فيها يفتِنا، وقدą كذلك لذلك نتمنى انكم تتبعوا معي الحلقات التي ندرجها لكم في القناة وانا متأكدة بانها مجربة 1000% نتمنى 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 انكم تتبعوا معي نسمحوا لي يا طولتا لكم ونريد أن نقول لكم بان النوع السحر يختلف ما بين السحر الأسود والسحر تعطيل الزواج والسحر التفريقة وكذلك السحر اللي تكون مأكول أو غير ذلك وكذلك السحر اللي يكون عن طريق حسد أو عين وكذلك السحر اللي يكون ديال الربط يعني هذو انواع ديال السحر غانيت كلموليليوم في حلقات اخرى ومن خلالها غانيت تعرفوا طرق اللي غانيت تستعملوا او شنو نوع ديال السحر عندكم باش تعرفوا العلاج بدون مثل تجعو لا راقي ولا يتحتاج اول سحر بالنسبة لغانيت كلموليليوم هو السحر اللي تعطيل الزواج او سحر الوقوف فقد دلت نصوص قرآن الكريمة ومن سن النبي الشريفة على ان السحر عامة كيأثر على بعض الناس ولكن دائما ما كنخليوش القوة ديال السحر تفوت للقوة ديالله سبحانه وتعالى بحيث ان الله سبحانه وتعالى دائما كيقول لك وما هم بدارين به من احدين الا بإذن الله يعني اتهدك الانسان او لذيك الانسان اللي قد ضر هذا السحر الا الله سبحانه وتعالى حاشوش غادي بغي سحر انما او لا غادي بغي الضارر لنا انما ستكون في حكمة من خلال اول شيء كالرجع الله سبحانه وتعالى او لا كي بغي انه يسمع صوت ديالنا كذلك كيكون في اختبار الصبر ديالنا كذلك كيكون في حسنات مأجورين اعليها ان شاء الله بإذن الله بحيث انه في القرآن الكريم قال الله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطن على ملك سليمان اعوذ بالمشترجين بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطن على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بدارين به من أحد إلا بإبن الله فبين الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية أن أمر الله سبحانه وتعالى كيف سبقه وكتلكم بقضاء وقدر بشت قصنا بذلك سحر لكن ممكن أننا نعالجوها أو لممكن أننا نحلوه ونفكوه بحيث أن القصة ديال سيدنا موسى عليه السلام قال لك ويخيلوا ويخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فالصحرة جعلوا العسي والحال في الأرض فظلنا أن الناس نستهم لهم بأن هذه العسي تسعى بحيث أنها كانت حقيقة لمزورة وبهتان ما علينا من هذا الشي كامل نريد أن نقول لكم أن سحر تعطي الزواج راكين أتشال لاش حاولوا أنكم تجريوا على رأسكم حاولوا كذلك أنكم تعالجوا رأسكم بالكتاب والسنة من سوش كذلك أن سحر تعطي الزواج كيفما تقولوا أن السحر كيتمه سحر تخيل اللي هو كتبلك هذي الفتاة أو للفتاة في سن متقدم أو لا عجوز أو لا فيه رائحة غير مرغوب فيها وقبيح ستكون هناك حاجة لك تنفرك من الزواج وهذا الشي كيكون تأثير من الشياطين على نظر المسحور وعلى الناظر إليه والتخيل من أجل الصرف والعطف وكذلك باش غادي بعد من هاد الزواج وهنايا كيتطلب أو لا كيتطلب أو لا من تأثيرات هاد السحر أنه كيتغير الشكل ديال الإنسان اللي مسحور بسبب المس وكذلك بسبب السحر هنايا البنات سنقرأ الآية التالية عذوي لمشترجين بسم الله الرحمن الرحيم سنخذه بعدها الآية مريم سنقرأ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نفسرك اليوم حديد بالنسبة لهذه الآية رقم 22 من سورة الحديد بالنسبة للناس الذين يريدون أن أرجع لها وأكيد دائما في الوصفات دينا نقرأ سورة الفاتحة هي الأولى وعادة من بعد نقرأ الآيات التي نستعملها في الوصفة ونقرأ كذلك الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم في أحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين بالنسبة لهذه صورة أو الآية 44 من صورة غافر بالنسبة للناس الذين يريدون أن يرجعوا للآية كذلك سنقرأ دعاء اللي يجد مهم بالنسبة لهذه الآية دائما نستعملها أو لهذه الوصفات نستعملها نكون على طهارة من بعد ما سنقرأ تقريباً 50 مرة من كل آية باستعمال تسبيح ديالنا على هذه العشبة أو لا على هذه المكوين اللي سبق وستعملنا سنبدأ ونقرأ كذلك دعاء ديال ديال إبطال هذه السحر وتيسير الزواج اللهم إني أسلمت أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهر إليك ووجهت وجه إليك وفوتت أمر إليك رهبة منك ورغبة إليك لا منجية منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت بالنسبة لهذه الدعاء كذلك يقرأ على هذه العشبة من بعد كان ناخدها كان نوضعها في واحد الإناء فيه لتر أولى لتر من الماء سنجدها تطبخ وناخده ماء اللي سنقدرناه في واحد البيضو وفتحنا له الفم تقريباً 5 طرق أو 10 طرق ديال الماء سنوضعها تحت الرقية الشرعية ونقرأها تطلق عليها الرقية ستقضي أكيد هذا الماء ستقضي الرقية الشرعية ستقضي ساعد اللغة التي تقضي يومياً من بين الرقيات التي تنطلقها من بعد ستقضي هذا الماء ستقضي الماء ستقضي يوم الجمعة مع الأدان مع الوقفة لطنقة لبندا ستقضي لطنقة 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 كما تقول في النهار التي تقضي السحر لحول والاقوة ستبطل كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله بإذن الله الماء نقضي كم يومي يومي لطنقة 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 كاملة وإن شاء الله بإذن الله لقد مع السباح كنناخدوه وتنخويه في بلاسق اللي كتكون نقية إما شجرة أو لا جردة أو لا شي بلاسق اللي كتكون أنقية ماشي شي بلاسق اللي تيكون فيها خيطة زيادة بيطة وتيتب تسعلي لأنهم قرين عليه آيات القرآن كريم وإن شاء الله بإذن الله سايوتت غدي تيستلك جميع الأمور ونفرحه بك وغدي تفضل هذا السحر شكرا خاصة على المتابعة وإلى اللقاء والله يوفر